افتتحت اليوم مباريات الأسبوع التاسع من بطولة دور المحترفين لكرة القدم بلقاء جمع الوحدات وذات راس على استاد الملك عبد الله الثاني وحقق الوحدات الفوز بهدفين دون رد عبر كل من حسن عبد الفتاح ورجاء عايد في الشوط الثاني من عمر اللقاء وبهذا الفوز وصل رصيد الوحدات إلى النقطة الثامنة عشرة فيما بقي رصيد ذات راس عند النقطة الثالثة وفي مواجهة أخرى حقق الأهل فوزا كبيرا على البقعة وبأربعة أهداف دون رد ونبقى في دور المحترفين حيث تستكمل لقاءة هذه الجولة يوم غدا بإقامة لقاءين اثنين تفاصيل أوفى عن هذه المواجهات في التقرير التالي مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين تلك التي ستجمع الفيصل والحسين إربد ضمن مباريات الجولة التاسعة من دور المحترفين لكرة القدم الفريقان يبحثان جديا عن النقاط الثلاث ولا غيرها إذا ما أرادوا المضي قدما في مقدمة الترتيب نبدأ مع أصحاب الأرض الحسين إربد الفريق المنتشي بالفوز على الجزيرة في بطولة كأس الأردن وذلك قبل أيام يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز بلال اللحام مدرب غزاة الشمال يمتلك بتشكيلته عددا من النجوم القادرين على إحراج الفيصلي أبرزهم محمد زينو وسمير رجا على الجهة المقابلة يرحل الفيصلي إلى إربد وعينه على الفوز ولا غيره إذ أن الخسارة قد تجعل الحسين إربد يقف للنقطة السادس عشر وبعد ذلك سيتراجع الفيصلي الذي يملك خمس عشرة نقطة إبرانكو سيعتمد بشكل كبير على كل من يوسف الرواجد وبهاء عبد الرحمن وبلال قويدر من أجل ضرب دفاعات الحسين إربد وفي لقاء آخر يستقبل سحاب نظيره المنشية على استاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة لقويسمي وسيبحث الفريقان عن الفوز فالمنشية يحتل المركز الرابع وبجعبته ثلاث عشرة نقطة وفوزه سيجعله يحافظ على بقائه ضمن مربع الكبار بينما بات سحاب في وضعية لا يحسد عليها كونه يحتل المركز العاشر برصيد سبع نقاط أقامت اللجنة الأولمبية حفلة تكريما لعدد من اللاعبين واللاعبات من أصحاب الإنجاز المشاركين في دورة الألعاب الشاطئية في مدينة دانينغ الفيتنامية وأشهد أمين عام اللجنة الأولمبية نصر المجالي بأصحاب الإنجاز الذين حققوا ثلاث عشرة ميدالية ملونة عن طريق رياضتي الجوجيتسو والمواي تاي كما وقامت اللجنة الأولمبية الأردنية بتكريم لاعب المنتخب الأولمبي للشطرنج سامي السفريني بعد الإنجاز التاريخي وغير المسبوق في تاريخ الشطرنج الأردنية والذي تمثل بإحراز اللاعب السفريني الميدالية الفضية في الأولمبياد العالمي للشطرنج والذي أقيم في أذربيجان أنا حققت ذهبية وزن فوق السبعين بالألعاب الشاطئية الأسوية وذهبية الوزن مفتوح كانت البطولة بفيتنام وهي من أكبر البطولات بأسيا اليوم كان تكريم كتير حلو من اللجنة الأولمبية تجربة كتير حلوة كنا بيسيكلي إحنا فريق البنات عمت نفس مع فريق منغوليا إنه كنا أقوى فريقين وإحنا طلعنا المركز الأول على البنات وكان تجربة كتير حلوة وكان في كتير حماس بالأخير إنه من رح يجيب أكتر ميدالز والمباريات كانت صعبة وكان فيه كتير خبرة حلوة فالبطولة كانت كتير حلوة وكتير بعني لأنه لجنة الأولمبية استدعتنا وكرمتنا اليوم لأنه كتير حلوة يحس أنه فيه من البلد تبعه الحمد لله رب العالمين هي طبعا المويتاي موجودة مقابل التاريخ في آسيا جدا لعبة صعبة قوية من بعرف المويتاي الملاكمة التيلندية بعرف شو هي المويتاي الحمد لله نفست على مستوى آسيا هذه المرة الثانية المرة الأولى كان حصلت على مركز الثالث هذه المرة الحمد لله تحصل أدائي عملت معسكر في تيلند بصراحة واستعدت بقوة ليلها والحمد لله حصلت مركز ثاني استضاف فريق سلتك فريق روس كاونتي على أرضية ملعبه ضمن منافسات الجولة العشرين للمسابقة تفاصيل اللقاء نستعرضها في هذا التقرير حافظ فريق سلتك على سلسلة انتصاراته وصدارته لترتيب الدور الأسكتلندي لكرة القدم بعد أن تغلب على ضيفه روس كاونتي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة العشرين للمسابقة سلتك افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة والثلاثين عبر لعبه إيريك وما هي إلى دقائق حتى أضاف زميله ستيورت ثاني أهداف المواجهة قبل صافرة نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني اكتفى سلتك بالنتيجة ليبقيها كما هي عليها ويحقق ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى خمس وخمسين نقطة محلقا في الصدارة بينما بقي رصيده كاونتي عند الأشرين نقطة في المركز الثامن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر